أكد وزير البترول طارق الملة على تزايد الدور الذي يلعبه قطاع الغاز الطبيعي في قيادة النمو وتطور في الاقتصاد المصري موضحا أن تزايد حجم الصادرات من الغاز بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة له نعكسات إيجابية على الناتب المحلي وخلال ترأسه أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابدة للغازات الطبيعية إيجاس لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2022 و2023 أضف الملة أن تطور الذي لحق بقطاع الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة قد جاء نتاجا لوضع وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل واضحة ومميزة للتطوير والتحديث كانت بمثابة حجر الزاوية في تطوير هذا القطاع الحيوي